الوقت المتحدة الأمريكية ومجددا مجموعة من النواب الجمهوريين على رأسهم تيد كروز تيد كروز سبق لو أن قدم مشروع من سنتين أو ترامب في السنة الأخيرة لحكم ترامب وفي الأخير لم يصدر القانون وفي كل الأحوال نحن أمام محاولات للوبي ضاغط في الوقت المتحدة لوبي إماراتي يحاول مرة بعد مرة استصدار هذا القرار والراجل بيقول في تصريحه وتعليقه على الموضوع أنه آن الأوان أننا ننضم إلى حلفائنا في العالم العربي من حلفائك دول يا عم كروز علشان نسمي الأمور بمسمياتها ونحمل الإخوان مسؤولية الإرهاب الذين نشروه في جميع أنحاء الشرق الأوسط تعالى بأم أم أقول لك على الإرهاب اللي بيعملوه الإخوان في الشرق الأوسط واخد بالك أنت من الإرهاب اللي بيعملوه في المسجد الأقصى وفي حي الشيخ جراح وفي الأحياء المقدسية وفي غزة واخد بالك أتلوا كام واحد لغاية دلوقتي ولا عد لك هذه رقم واحد رقم اتنين تعالى أم أقول لك على الإرهاب اللي بيعملوه في سوريا أتلوا كام مئة ألف كام مليون رموا كام برميل متفجر ضمروا كام بيت وكام حي قتلوا كام امرأة كام طفل عد عم متيت كروز ولا تحب أقول لك على الإرهاب اللي عملوه في مالي لما قصفت الطيرات بتاعتهم الرافال المدنيين في مالي وهدمت البيوت على رؤوس أصحابها ولا في إفريقيا الوسطى سجن بوغريب وجوانتانو ولا تحب أقول لك سجن بوغريب وسجن جوانتانو وأقول لك الإرهاب اللي عملوه كتير جدا تحب أقول لك الإرهاب بتاعهم في طرهونة في ليبيا تحب أقول لك الإرهاب بتاعهم لما قصفوا أحياء في طرابلس ودرنا تحب أقول لك إيه ولا إيه ده أنا أعدلك كتير وتحب أقول لك الإرهاب اللي عملوه في العشائر السنية في العراق والمجازر التي ارتكبت بحقهم منذ الغزو الأمريكي وإلى الآن في اليمن تحب أقولك اللي حصل في اليمن الإرهاب صح ممتد الرقع في العالم الإسلامي لكن أنتوا عارفين كويس جدا من الذي يصنع الإرهاب ومن الذي يموله ومن الذي يموله السلاح والموقف السياسي والفيتو ومن الذي يغطي عليه بالموقف السياسي والقارات الدولية يا سيد تيد كروز الحقيقة قال الإرهاب صناعته وهويته ومركاته أمريكية خالص فمن كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجار تقالي آخر ناس في الكون ممكن أن يوصفوا بالإرهاب هم الإخوان المسلمين وبتقالي أن الحمل على الإخوان أو على غيرهم ليس المقصود بها الإخوان وهل لو الإخوان أهل إرهاب يا رجل يعتقل أكبر رؤوس فيها ما فيش نبلة عصفير يضرب بيها حصواية مش طلقة يعني يعتقل الدكتور محمد بديح واختطف الرئيس الدكتور محمد مونس الله يرحمه وقتل في السيج وقتل في السيج وغيره كم رد فعل إرهابي تم من الإخوان دي نقطة بس يجب أن تفكر فيها الرسالة الثانية المهمة ويبدو يبدو أن القاعدة حتى لا تصنفك أمريكا إرهابيا كن إرهابيا وعلىك أن تكون إرهابيا للأسف هذا الحقيقة الرسالة الثانية الأهم يا إخوان توجه إلى قيادات الإخوان وصف الإخوان إلى كماعة الإخوان صفا وقيادة هو ده مآمك وقيمتك عند أعداءك إنك أنت شيء مرعب شيء مقلق له وإنت في حالة ضعفك دي ما بالك لو أنت في حالة قوتك وعافيتك وحالة أعطاءك الحضارة اللي الناس اعتادت عليه أما إحنا في حالة يعدين بنقول بنبكي بدل الدم عدما على حال الإخوان صفا وقيادة وتاريخا خلونا نكون صرحة طب هل يدرك ذلك صف وقيادة الإخوان أهمية الإرث الفكري والديني والتاريخي والخلقي والأمني الاجتماعي اللي تركوا لك الشهداء اللي تركوا لك العلماء اللي تركوا لك الفقهاء والقادة على مستوى العالم تاريخ تعيشت العمر كتباها بيه هيبقى وظيفتنا بس إحنا وظيفتنا عاديين نهد في الكيان ده والبنيان ده لعلة يعني منافع شخصية ووقتية ولا قيمة لها للأصل إن الإنسان لا ينفع أن يدخل الإخوان لا الجبان ولا البخيل اتنين لا يدخلون الإخوان لا الجبان ولا البخيل طيب لما يبقى الحال ينقلب تبقى الصراع على البخل البخل المنصبي إنك تبخل المنصب لا يجلس علي إلا أنت أو المصاحي إلا أنت ده كارثة في أخواننا لازم الناس تفيق تفيق من أني أنت في ناس والرسول الكيان مش هين وناس ضحة بأعمارها وظهرات عمرها وشبابها في السجون أمنا في إنك بره يكمل رسالتهم مش بس رسالة إسقاطي القلاب وغيره بأس لا ده آخر ما يفكر فيه في السجون مش معناه ضده لا يعني العمل السياسي آخر ويهمه دعوة ربنا إنك واصلة لأسقاء العالم الإخوان ما هيش أول محنة يعيشوها عاشوا في 48 و 54 و 65 و 81 وما بعد ذلك كان كل محنة الإخوان لما يضيق عليها في مصر ينتشر في العالم ويكون الإخوان في العالم المراكز اللي في أوروبا كلها اللي أسسها الذين توردوا من عبد الناصر فأين الأماكن والمراكز الحضارية والدعوة التي أسسها من توردوا من النظام المصر الحالي والانقلاب الآن أنت الدنيا محتاجة لازم تعيد ترتيب أوضاعك في كل شيء مش عايز أخذش في تفاصيل مقول بس رسالة عامة أن يا جماعة ده نظرة الآخر ليك والقوتك حتى وانت في عز ضعفك خايف المارد اللي جواك الحقيقي الحقيقي يصح لأنك لو صحيت هتفرق كثير كل الناس حتى اللي بالرغانيون يعلمي لك لا ثورة بدون الإخوان ولا عمل بدون الإخوان ولا عمل الإخوان بدون أن تتأم وحداتها وصفها وقيادتها اه اه